بسم الله الرحمن الرحيم الذي سجل اسمه بحرفن من ذهب في ختامي المرموم السنوي الكبير الذي ينطلق هنا في ارضية ميدان المرموم في منطقة اللسالي حيث تتجدد الاشواط وشوطن ينتهي وشوطن يبدأ من جديد ليحمل قوة التنافس والاثارة في مساء هذه الليلة شوط الختام شوطن الرابع عشر الذي تمت انطلاقة منذ غليل الخاص بالاذكار الايداع ونسير عبر الهوى مباشرة من غنات دوباي ريسنج وغنات يأس الرياضية والغنوات النقلة لهذا الحدث الهام والكبير ولا ننسى غنات الدور والكاس الحاضرة من بداية المهرجان وحتى هذه اللحظة اسير الى مقدمة الشوط والى الشهينية اللي سارت على مقدمة الشوط لهجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري يغودها في عملية التضمير والتدريب بين ما يليها بالمركز الثاني افراح لسمو الشيخ بن محمد بن راشد المكتوم يأتي طارش بن مبارك بالقوبع يغودها في عملية التضمير والتدريب بينما ننتقل مباشرة الى المركز الثالث لأتابع الغادم على مستوى المركز الثالث وصلت في هذه الانطلاقة الجميلة هذه اللي واصل الان العين لسمو شيخ دياب بن محمد بن زايد الانهيان وعوض بن مبارك الامهيري يغودها في عملية التضمير بينما ننتقل الى المركز الرابع لأتابع اللي واصل الان هادية غشة لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بالقوم او بن خفية هذا يضمرها ويتابعها نعم بن خفية اللي يغوم في عملية تضميرها على مستوى المركز الرابع المركز الخامس من الواصل الان اللي وصلت فتنة فتنة لسمو الشيخ دياب سيف بن محمد الانهيان والصادق بن فضل الامين يتولى عملية تضميرها وتدريبها على مستوى المركز الخامس المركز الساد الساد هي شمعة شمعة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن بن سيف بن محمد الانهيان يأتي في عملية تضميرها الصادق بن فضل الامين على مستوى المركز السادس بينما نتابع يا ابو حمد اللي على المركز السابع شعار هجنة شحانية شعار هجنة شحانية سالم بن فاران المري يغودها في عملية التضمير على مستوى المركز السابع بينما في المركز الثامن هذه الحذرة من هجنة شحانية فاران بن محمد بن قريحة يغودها في عملية التضمير بينما في تاسع المراكز وهذه الواصلة في هذه اللحظات اللي تقدمت في هذه الانطلاق وصلت ايوه الاخوة الكرام هذه بلجة لهجنة شحانية محمد بن خالد العطي حامل لوا مشاهدين العزاكات المفتوحة في مساء هذه الليلة المركز العاشر هذه الان فجر هجل هجنة رياسة صالح بسعيد بالعري يغودها في عملية التضمير هذه النتيجة هذه النتيجة يا والاخوة هذه النتيجة للعشر المراكز الاولى بينما كمية هائلة من الاسماء الغوية من الشعارات المؤسسات العملاغة في الخليج متواجدة في ختامي المرموم السنوي الكبير لكن العودة الى مقدمة الشوط العودة الى الصدارة الاولى الى انطلاقة شواهين شواهين مسيطرة شواهين مسيطرة على مقدمة الشوط لاجن الرياسة لمؤسسة جن الرياسة العملاغة يأتي في عملية التضمير المضمر المجازف اللي ايضا تألغ في ختامي المرموم في يوم الامس في سن اللقاية انتزع ثلاثة كاسات بينما في مساء الليل يضيف الكاس الرابع يضيف الكاس الرابع البندقية المحليات ضهيبتي مع هذا الشعار ولكن هنا نتابع اللي على المركز الثاني وتابع هنا ادغش ادغش الاسمه شيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عديج بن علي بن خفية الاكتب يتابعها يتابعها في عملية التضمير بينما هجن الشحانية هجن الشحانية اللي غادم معه صيادة صيادة هجن الشحانية جابر بن سالم بن فران المري يقودها ابن الذهبي يقودها في عملية تضمير الشبل الشبل الذي لقبه بشبل من خلال انجازه وتضميره مع مؤسسة هجن الشحانية بينما نتابع الحذر الحذر لهجن الشحانية ويأتي بن قريع في عملية التضمير بينما نراقب التماس لاجل الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري يقودها في التضمير الكلو الاخير الغلاف الجو الاخير بانت النهاية بانت بانت النهاية بانت ايهو الاخوة المضمرين ولكن ده شواهين 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 مسيطرة شواهين عالمقدمة شواهين لهجن الرئاسة امامد بن عتيج بن زيتون المري بينما في هذه اللحظات صيادة 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 لهجن الشحانية جامر بن سالب الفران المري يقودها هي عملية التضمير بينما هجن الشحانية مقدمة لنا التماس مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري يقودها في التضمير بينما بن خفية بن خفية بن خفية ذلاتية ذلاتية رايعة ذلاتية رايعة ولكن صيادة 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 للشحانية ولكن راقب هنا مسر مسر لهجن الشحانية جامر بن سالم بن فاران بن فاران الشبل 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 يضيف الانجاز. يغتمى في مساء هذه الليلة. سلام الى الشعانية. سلام لابناء اللدعم. لجماهير اللدعم اللي يرشحون هذا الشعار العنابي الخطير. هادي ايلان مصر. انتزعتنا موسي هذا الشعوط واهدت هدنا الشعانية تهنين. هدنا الشعانية والتهنين الجابر. بازال ابن فرنسا يادة وصلت في المركز الثاني. لجنة الشعانية المركز الثالث. وصلت اللي هي دغشاء اللي اسمه الشيخ محمد برايد المكتوم المركز الرابع. محمد بن مكتوم برايد المكتوم المركز الرابع. وصلت ايوالاخوة الكرام نتابع المركز الرابع والخامس مع لجنة خط النهاية. نتابع في لحظات الوصول. هادي الان مسرة. توقيت انا من دقائق خمسة خمسة ثانية بالوفاء والتمامي والكمال تهنينة لجنة الشعانية وتهنينة لجابر بسالب فران. المركز الثاني اللي وصلت مشاهدين العزاء ومتابعين الكرام. نتابع لحظة وصولها صيادة توقيت تزامنة ثمان دقائق ستة خمسة ثانية خمسة اجزام ثانية تهنينة لهجنة الشعانية وتهنينة لجابر بسالب فران المركز الثالث تغشاء وصلت توقيت ثمان دقائق ستة خمسة ثانية ستة اجزام ثانية تهنينة لمالكة تغشاء سمو الشيخ محمد بن مكتوم برايدة المكتوم متهنينة لعتيج بن علي بن خفية اللي تابعها بالتضمير. هكذا مشاهدين العزاء شاهدتم التنافس والإثارة نحيل المايكل الزميل حمد بالضبيب الشامسي لكم متابعة ملخص اشواط مساعية هذه الليلة